هنا تعز لصوت يعلو فوق صوت البندقية مدرعات الجيش وأسلحته تعود للعمل داخل المناطق المحررة بعيدا عن خطوط المواجهة مع ميليشيا الحوثي من يحارب من إذا كان جميعهم يرفعون لواء الشرعية فالاشتباكات في المدينة بين فصائل عسكرية تتبع اللواء 35 مدرع لكنها عمليا تخضع لقيادة الزائم السلفي أبو العباس المدعوم إماراتيا وبين قوات الجيش الوطني والأمن حرب تأخذ معها عشرات من القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين الذين يسقطون في المواجهات داخل المدينة فإذا ما سلم من قصف الميليشيا طالته قذائف واشتباكات الإخوة الأعداء من المحسوبين على الشرعية ذاتها المواجهات تسببت بإغلاق معظم الأحياء في الجزء الشرقي من المدينة ناهيك عن المستشفى الجمهوري الذي أطلقت إدارته نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والقوات الحكومية تطالبها بفك الحصار المفروض على المستشفى ووقف القصف تغيب دعوة الرئيس هادي لتشكيل لجنة أمام صوت السلاح والتباينات التي تأخذ التعز ولا تعود بها الأحزاب السياسية في المحافظة كانت قد أصدرت بيانا تعلن فيه مساندتها للقرارات والجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على جميع المواقع المحررة ما لم تنجزه ميليشيا الحوثي أنجزته التباينات في هذه المدينة التي تسعت لكل شيء فضاق بها أبناؤها تاركة كل هذه الجراح وهذه الأسلحة المدمرة شاهدة على عهد عصيب تمر به مدينة التعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر